صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ويمكن زي ما قلنا في افتتاح هذه الحلقة إن كانت الأنظار كلها تتوجه صوب أرض المعارض في مدينة ناصر حيث انطلاق الفعلي للحوار الوطني لأن مبارح انطلقت فعليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة وسعة وفعالة ومختلفة من القوى سواء كانت السياسية القوى النقابية والمجتمع الأهلي وكل أطياف المجتمع المصري بشكل عام والشخصيات العامة والخبراء وغيرهم من المصريين الموجودين في هذا الوطن العظيم من أجل الوصول لحلول توافقية ومساحات مشتركة المساحات دي بتستوعب كل المجتمع على اختلاف أطيافه وفعاته العمرية أيضا سواء كان أو النوعية من شكل آخر بحثا عن أولويات هذه المرحلة والمرحلة القادمة لتدشين وتأسيس جمهورية جديدة تستوعب كافة الأطياف خلونا نتكلم بشكل مفصل عن انطلاق جلسات الحوار الوطني مع ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف صباح الخير يا صباح الخير يا فاندم على حضرتك وصباح الخير على كل السيدة مشاهدين أستاذ جمال تبعت زيك زي كتير من المصريين أكيد جلسات الحوار الوطني لكن أنا يهمني كيف تابعت أو كيف تابع الأستاذ جمال رائف جلسات الحوار الوطني على الجلسة الافتتاحية بالأمس في الحقيقة أن المتابعة تأتي في إطار أننا نكون الآن نصق فكري ومصار فكري مهم للغاية لاستكمال الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي نحن ننظر لهذا العصف الزيني وهذا الحراك الفكري في المقام الأول أنه أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة لأن نتحدث عن الحاجة الماسة لإخراج أفكار وإخراج أطرحات وإيجاد حلول مش لإعادة البناء ولكن لاستكمال البناء وهذه هي النقطة الجوهرية في الحوار الوطني هذا الحوار جاء لمجابهة التحديات المستجدة في المقام الأول من وجه نظري لأن التحديات التقليدية الجميع يدرك وحتى الدولة المصرية أدت فيها دور أكثر من رؤية خلال الثمانية سنوات الماضية نتكلم على مكافحة الإرهاب وزيادة السكانية الكثير والكثير من التحديات التقليدية التي تورثناها خلال العقود الماضية هذه الدولة اشتغلت عليها نعم الدولة تحتاج تطوير أداءها في بعض هذه التحديات وده مهم والدولة الآن من خلال الحوار الوطني تنصت لبعض الأفكار ولكن أيضا التحديات المستجدة أعتقد أن أحد أهم محركات هذا الحوار يعني إيه تحديات مستجدة؟ يعني إحنا خلال الفترة الأخيرة جاءت جائحة كورونا بتبعاتها الاقتصادية جاءت تضخم العالمي بتبعاتها الاقتصادية جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية بأيضا تربطها الاقتصادية وغيرها من المتغيرات وقرر الأزمة السودانية أيضا وما سوف يخلف عليها من تبعات بالضبط وبالتالي أنت هناك متغيرات دولية وإقليمية أفرزت تحديات بالضبط أنت ما كنتش ربما يعني نعم كنت مستعد لها ربما بخطوات استباقية يعني مثلا في الأمن الغذائي أنت بالفعل كنت منجز كثير من المشروعات في الأمن الغذائي والصعوب الزراعية وغيرها من الأمور ولكن أيضا الاستمرار في المحافظة على تخفيف تبعات مثلا الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري تحتاج إلى تكاتف من كل القوى الوطنية لإيجاد حلول مبتكرة لتخفيض التضخم وأيضا يعني استمرار مصر في النموها الاقتصادي وبالتالي أنا أرأي أن هذا الحوار كما قلت هو أحد المصارات السياسية والفكرية المهمة جدا لاستكمال الطريق نحو الجمهورية الجديدة وإذبات أن الدولة المصرية وقدراتها السياسية والفكرية وطبعا من خلال القادة السياسية المصرية تستطيع أن تلتف وتحتوي الجميع تحت مظلة الوطن والمارأينا مبارح مشهد في الحقيقة مبهر وأكثر من رائع وبيعبر عن أن هذه الدولة صاحبة خضارة وصاحبة تحضر لأن الانطلاق من الهوية الوطنية التي تجمع الجميع ومن مظلة الدستور الوطني ومن مظلة الدولة الوطنية واحتواء الجميع تحت صقف واحد تختلف مع بعض ما يقوله المنتمين لهذا الحزب أو ذاك الحزب أو تتطفق مع هذا ولكن في الآخر الجميع يقف على أرضية واحدة هي أرضية الدولة الوطنية ويستظل بالدستور المصري ورائع الوطن وبالتالي أنا أعتقد أن المشهد بيؤكد أننا جميعا نتفق على أننا نريد أن نقوم بخدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب وتلبية طموحات وتطلعات ونحو المضي نحو الجمهورية جديدة ربما يكون هناك اختلافات في وجهة النظر حول المسارات التي من الواجب أن نتباحها ولكن الاتفاق أننا لدينا هدف واحد وهو الوصول إلى جمهورية جديدة تلبي تطلعات وأمال الشعب المصري يعني يمكن كان فيه كلمة افتتاحية في بداية المؤتمر تحديدا بالأمس أو الجلسة الأولى النقاشية بهذا المؤتمر مؤتمر الحوار الوطني تحدث فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحدث أيضا عن أن هذا المجتمع له العديد من الخصاص والعديد من الإمكانيات التي تتيح أمامنا العديد من البدائل التي ربما تكون طوق نجا في هذه المرحلة لإعادة أولوياتنا وترتيب أولوياتنا والتحاور لابد من إعلاء ثقافة الحوار للوصول لأهدافنا المشتركة التي نجتمع عليها جميعا تبحت إزاي كلمة السيد الرئيس بالأمس؟ يمكن كلمة السيد الرئيس بتجدد الرهان على قدرات الشرع المصري وعلى قدرات المواطن المصري لإمكان بنرى السيد الرئيس يراهن أن هذا الشعب والمواطن المصري لديه هنا بقى المكلمة عن المواطن سواء كان من النغبة السياسية أو من الخبراء أو من الأحزاب المواطن المصري بشكل عام لديه طوال الوقت القدرة والإمكانيات والتباين أيضا في القدرات والإمكانيات حتى ما بين مختلف طواقف الشعب بيؤكد أن الدولة المصريية تستطيع وده اللي أكد عليه السيد الرئيس بالأمس وأعتقد أن الكلمة محفزة للغاية لكل النخب السياسية ولكل المشاركين لبذل الجهد والعطاء من أجل إنجاح هذا الحوار توفر الإرادة السياسية هي كلمة السر سواء في إيجاد الحوار الوطني أو في إنجاح أيضا مخرجات هذا الحوار لأن الضمانة الحقيقية في إنجاح مخرجات هذا الحوار الوطني هو توفر الإرادة السياسية من خلال القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبدالفتاح السياسي لأن هو من اتخذ القرار بإيجاد هذا الحوار وهو أيضا من يستجيب بشكل سريع شفنا لجنة العفو الرئاسي شفنا القرار الخاص بالشرف القضائي على الانتخابات وسرعة الاستجابة إذن ده أمر مطمئن سواء للشارع أو للمشاركين في الحوار ويحفزهم على بدل المديد وإخراج المديد من الأطرحات والأفكار هناك قيادة سياسية وصولة تنصد بشكل جيد ده اللي لمسوا أعتقد الغالبية العظمى لم يكن كل الأحزاب المصرية اللي كان البعض فيها بيشكك في البداية لكنه قرر المشاركة في الساعات الأخيرة لأنه رأى أنه أمام حالة حوار حقيقية تعال وقدم اللي عندك وقول أفكارك وقول رؤاك وفيه فعلا استجابة جدة من السيد الرئيس ويمكن ده انعكس مبارح على شكل الحضور شفت مبارح شكل الحضور إزاي يمكن كان فيها أشخاص لسنوات لم نراها رؤى العين شكل الحضور في الحقيقة هنا متنوع للغاية وزي ما حرج بتقول يمكن كان هناك شخصيات عامة وشخصيات حزبية كانت يعني ظهورها قليل أو يعني لم تظهر منذ فترة ولكنها قررت الظهور وده أمر إيجابي إن هناك مصدقية في هذا الحوار ده بيؤكد أن هذا الحوار الجميع يصدق فيه ولم يتم إقصاء أحد بالزبط وكمان ده عليك أن تستغل الفرصة يعني الآن الكرة في ملعب الأحزاب والنخب وحتى المعارضة الوطنية التي أتمنى أن تتخلى عن فكرة فقط التوصيف معارضة الهدامة بالزبط ويعني فكرة معارضة الهدامة دي يجب أن نتخلى عنها تماما لأنها غير إيجابية في هذا الوقت ولكن أيضا لا نريد المزيد من التوصيف ندرك جميعنا التوصيف عشان كده حتى الحوار الوطني ليه بقى مؤسسي خلينا بالمناسبة المعارضة الهدامة ولابد أن تكون المعارضة بناءة في هذا التوقيت الحساس والحرج من عمر الوطن تحديدا لكن أنا كان في مشهد من المشاهد الحضارية جدا اللي شفتوا مبارح مجموعة وإن كانت مجموعة قليلة ولكنها أعطت رسالة لعشرات من شباب الأحزاب في أحزابهم لما نشوف رؤساء أحزاب ياخدوا المقاعد الخلفية ويتركوا المساحة الكبرى في الصفوف الأولى لشباب أحزابهم تحديدا ويمكن قد تحديدا أنا شوفت رؤى العين كان أستاذ يصير مطر يمكن دا امتداد لفكرة أن الحوار الوطني على فكرة في مصر ممتد وفيه زخم فكري حدث في مصر منذ عام 2014 أنا أعتقد أن الشباب كان أحد مرتكزات الحوار الوطني منذ عام 2014 يعني اللي كان يحصل في مؤتمرات الشباب ده كان حوار وطني ولكن ربما لم يكن يتسع ليضم كل الأحزاب وكل الفئات ولكن الآن بقى بننتقل بهذا الزخم الفكري لمرحلة أخرى مؤسسية عشان كده الشباب لهم مساحة كبيرة جدا في الحوار الوطني بل هم الدعامة الأساسية لإنتاج هذا الحوار يعني الأكدامية الوطنية للتدريب والتأهيل من أين أتت؟ من أفكار الشباب من الزخم الفكر الذي أحدثه الشباب في مؤتمرات الشباب وبالتالي الشباب كان مؤسس حتى لو بشكل غير مباشر لإيجاد هذا الحوار الوطني الحالة الحوارية في مصر لم تبدأ اليوم وده أيضا الذي يجب أن نشير ليه الحالة الحوارية في مصر بدأت مع إقرار دستور 2014 ووجود حياة شرعية برلمانية حقيقية وصحية فيها تمثيل حقيقي للمرأة وذيوء الهمم وللشباب وأصبح هناك حوار في البرلمان عندما أصبح هناك مؤتمرات للشباب وغيرها من منصات كان بيها حوارات ولكن كانت لفئات ربما لم تتسع للجميع ولكن هذه المرة هناك مظلة بتتحدث عن الاتساع للجميع ضم كافة المتغيرات والفئات المختلفة سواء حزبية أو مجتمع مدني أو شخصيات عامة أو شخصيات مؤثرة خبراء وغيرين من الفئات وبالتالي الحوار الوطني أعم عشان كده مؤسسية الحوار الوطني كانت مهمة عشان كده اتخذت عام كامل حتى تظهر هذه المؤسسية المؤسسية هنا مش معناها أن هذه المؤسسة تتخذ مكان مؤسسة أخرى وده اللي أكد عليه برح دكتور دياء رشوال وده نقطة مهمة ولكن فكرة المؤسسية في ترتيب مجريات الحوار في أن يكون هذا الحوار حوارا له نتائج مستدامة لأن لو عادنا نتكلم بشكل غير منظم وغير منمق وغير مرتب وليس له أجندة بالتأكيد سوف نتفرع لبعض النقاط الأخرى الغير مهمة سوف يكون هناك جدال غير منطقي ولكن حينما الآن نتحدث عن ثلاثة محاول رئيسية بالضبط عن لجان فرعية تنبثق عن هذه المحاول عن مقررين المساعدين إذن هناك ضبط وأحكام لمجريات الحوار بالتأكيد كان يستلدم بعض الوقت وبالتالي هذا أمر مهم جدا موجود في كتاب تم توزيعه بالأمس بيشمل ما تم إنجازه خلال العام تحديدا المقررين اللي حصل الموضوعات فكرة اللي انت حتى من لم يكن على ذراية بما حدث خلال فترة العام لا تفضل علشان بس نجيبك من حيث انتهى الآخرون ونعرف المشهد في ايه هو ده اللي احنا بصدده النهاردة العام عملنا في ايه ما كانش عام فيه نوع من أنواع الرفاهية لأ كان فينا أقاد مستمر للمقررين والمعاونين ويمكن الأمانة الفنية بقيادة المستشار محمود فوزي كان لها دور كبير جدا في فكرة التنصيق وفكرة احنا تفرعنا كده خلونا نرجع للنقطة الرئيسية اعتقد أمر مش بالهيل تبعت كلمات المتحدثين مبارح ازاي سواء كان المستشار محمود فوزي الرئيس الأمانة الفنية سواء كان المنصق العام للحوار الوطني ديارة شوان وأيضا الدبلوماس القدير الأستاذ عمرو موسى ونتحدث عن فريد ظهران وغيره من المتحدثين اللي ألقوا الكلمات هل الكلمات دي بتصفر أن احنا أمام نوع من أنواع الفكر الجديد الأراء المتنوعة المتعددة اللي لابد اللي احنا نستمع ونستقل الأفكار المتبادلة عشان نقف على أرضية مشتركة نقدر اللي احنا نروح للمستقبل بهذه الأفكار بتأكيد تنوع كبير جدا في مفردات الحوار بالأمس وانت دي محرك بتقول أطياف سياسية مختلفة واستمعنا لكلمات من مختلف الأحزاب المصرية سواء الأحزاب المؤيدة أو الأحزاب المعارضة وأيضا شخصيات عامة زي طبعا السيد عمرو موسى وغيرها من الشخصيات العامة وزي ما كنا نتكلم أنت كمستمع ربما تختلف في بعض النقاط أو تتفق مع شخص آخر في بعض النقاط ولكن هذا ما نريده هذا الزخم الفكري هذا ما نحتاجه ويمكن الكلمات في الحقيقة كانت معبر عن هذا التنوع الذي في الآخر يصب في صالح الوطن هذا ما نحتاجه الآن أن يكون هناك تنوع في الأفكار تبادل لوجهات النظر ولكن كما كنا نوضح لا نريد توصيف للأزمات ندرك تمام الإدراك التوصيف نريد الحلول بشكل مباشر وربما لا يمكن أن نحكم على رؤى الأحزاب من كلمات الأمس لأنها كانت كلمات ربما عامة بتعبر عن حراك الأحزاب وحراك الشخصيات العامة وترحبهم بهذا الحوار الوطني ولكن أعتقد بقى العمل بشكل جاد سوف يكون من خلال الجلسات وربما هناك مؤشرات بتقول أن بالفعل الأحزاب المصرية والكثير من الشخصات العامة في الحقيقة لديهم رؤى حقيقية لإيجاد حلول وقعية لكثير من التحديات المصرية عشان كده الكثير من الأحزاب والشخصات شاركت فيه الكثير من الاجتماعات والجلسات حتى على مستوى الأحزاب كانت مهمة للغاية وشملت جميع المحافظات المصرية لربما استبيان الأراء للمواطن المصري وجمع الأفكار وجمع الأطرحات وده كان أيضا على مدار السنة زيما الأمانة في الحقيقة اتخذت مجهود أو عملت مجهود كبير جدا خلال العام وده لازم نشير إليه وممكن دكتور دياء رشوان أشار إليه بالأمس وده كان مهم جدا وطبعا المستشار محمود فوزي أيضا أشار إليه لأن الأمانة الفنية والأمانة العامة للحوار كانت بالفعل بتعمل بشكل أكثر من رائع خلال هذا العام وبشكل منظم وفكرة الاستعجال في الحوار كانت ربما سوف كان بتروض الكثيرين الأمر مش إنك يحل يلا تعال هنروح نعمل هنروح نعمل إيه هذا الفكرة اللي احنا لازم نرتب أولويات عشان نبعرفين احنا هنقض نتناقش ونتحور فيه لأن الحوار لي مقاومات لإنجاحه من أحد أهم مقاومات إنجاح الحوار الوطني أن يكون منظما ومؤسسيا مقاومات أخرى زي مثلا القرار السياسي اللي كنا بنتكلم عنه أن يكون لك إرادة أو يكون لديك إرادة سياسية من خلال القيادة السياسية المصرية لإنجاز هذا الحوار وهذا ما عبر عنه سيد الرئيس في دعواته للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية أيضا من مقاومات إنجاح الحوار على فكرة أن تكون الدولة لديها القدرة على تنفيذ مخرجات الحوار يعني لو الدولة ليست لديها القدرة على تنفيذ مخرجات الحوار هذا الحوار لن يكون لها قيمة وده أيضا متوافر الدولة التي لديها الآن قرار سياسي وبنية تشريعية يتيح تنفيذ مخرجات هذا الحوار عشان كده بالأمس الحديث عن أن السيد الرئيس بيستجيب للأفكار والأطرحات وبالتالي هناك ضمانة تنفيذية وأيضا هناك بألمان مصري يستطيع أن ينجز التشريعات اللازمة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار وده أمر في غاية الأهمية وبالتالي أنا أعتقد أن التنوع الذي أنصتنا إليه بالأمس وإن اختلف معه البعض أو اتفق معه البعض مفيد جداً بيؤكد أن الدولة المصرية لديها بناء ديمقراطي خاص بيها لديها تجربة سياسية أنا اختلف من أولها كده أستاذ جمالي وفي بعض اختلف كمان بالتأكيد يمكن طبعاً لسه ما بدأناش لسه منقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني حتى لم نستمع لأفكار تجاه موضوعات بعينها كل ده هو جلسة تعتبر يعني استكمالاً للجلسات الإجرائية أعتقد وإعلان على بداية أطور بشكل أنا فاهب أقوى ده لا أتكلم عنه لو فكرة لسه هتشكك برضو ثانية لا مش تشكي ما هي دي الرسالة اللي أكد عليها مبارح الأستاذ طياء رشوان المنصق العام لما قال تبعونا رأبونا وإذا انحرفنا أحياناً أعيدونا إلى الصواب وشاركوا وجه دعوة بالمشاركة للجميع شاركوا لأنه لابد أن يكون هذا الحوار بكم وده كانت مشاركة ورسالة للشعب المصري بكل فئاته شايف برضو الرسالة دي إزاي يعني أعتقد هي دي رداً على الناس اللي ممكن تنظر من غير ما تعرف إحنا بنعمل إيه أصلاً لا رأبونا وإسمعوا إحنا بنعمل إيه وقولوا رأيكم ورسلوا مقترحاتكم أكيد لا وقت للتنظير وقت هنا للعمل الفكري المهم لإيجاد حلول وقعية لمجابات التحديات ولكن هنا المقصود به الأطراض أو التأييد لأن كل طبعاً مواطن مصري لديه أراءه وانتماءاته حتى الحزبية أو السياسية فربما يعجبه مثلاً حديث حزب ما ولا يعجبه حديث حزب آخر وبالتالي ده وارد أنا هنا رسالتي للمواطن المواطن المنتمي علينا أن نتجرد هنا بقى مش حاوز أقولنا تجرد يعني أنت منتمي الحزب مثلاً خلاص تجرد من انتماء كل هذا الحزب مصلحة الوطن إيه؟ نجتمع عليها ونقف على الأرضية مشتركة كي نسعى ونصل إلى الغاية بالضبط حيّد هنا بقى أنك بتحب هذا الحزب أو ما بتحبش هذا الحزب بتحب هذه الشخصية العامة أو ما بتحبش هذه الشخصية العامة هذه الشخصية إذا قالت أو قالت فكرة تصلح أنا أعتقد أن الجميع سوف يصفق لهذه الشخصية العامة إذا هذا الحزب قال فكرة تنقذ الوطن من أمر ما أعتقد أن الجميع سوف يصفق لهذا الحزب هذا ما نريده هو أن نحيد انتماءاتنا الحزبية والفكرية وأن فقط نعلي من الحس الوطني وأن ندرك أننا جميعاً الآن في مجابهة تحدي حقيقي لإيجاد مكانة مرموقة لهذا الوطن في ظل عالم جديد عالم يتشكل أمام الدولة المصرية من خلال حوار الوطني ليس فرصة لمجابهة التحديات الداخلية أعتقد أنه كمان رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة الدموقراطية وده اللي أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس ورسم هذه الصورة المصرية الحديثة أعتقد أنه مفيد للغاية في ظل عالم جديد يتشكل من حق الدولة المصرية أن تتبوأ في مكان طليق وتاريخ هذا الوطن سيستمر معنا خلال الفترة القادمة لفترة مش عاوز أقول طويلة عشان ما يكونش متشائم لكن لابد أن يكون هذا المجتمع في حالة حوار عشان كده الحوار هيظل مستمر بنتحدث عن ما يظهر بالأمس من خلال وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحوار الوطني تحديداً أنا أعرف منك يا أستاذ جمال إزاي شفت الكلمات وأعرف منك أيضاً ربما يتحدث البعض في الشارع عن إزاي أعمل الحوار الوطني وإيه أولويات الحوار الوطني وليه الحوار الوطني ده؟ ما تعملش قبل كده يعني إذا كان هذا الحوار الوطني هو يرتب أولويات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة ليه ما عملناهش قبل كده؟ قبل ما التحديات تزيد وتبقى جائحة كورونا وتبقى نقص سلاسل إمداد وغيرها من التحديات التي علمها الكثير سؤال صعب ومركب ولكن تعالوا نفسر الجزء الأول الذي له علاقة بكلمات الحضور بالأمس يمكن كانت هناك كلمة للقائمين على الحوار أو كلمات للقائمين على الحوار هذه الكلمات كانت شرحة لطبيعة العمل سواء منذ بداية دعوة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي للحوار حتى منعقاد الجلسة بالأمس وشرحت الخطوات بشكل مفصل سواء دكتور ديقدر رشوان أو مستشار محمود فوزي شرحوا إزاي الأمانة العامة والأمانة الفنية قاموا بالإعداد لهذا الحوار طبعا مع التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل سواء من خلال استيعاب الشخصيات العامة والإنصاط للأطرحات والتنصيق لمحاور الحوار التي تضم محاور ثلاثة رئيسية المحاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانبثاق لجان فرعية عن هذه المحاور الثلاثة ويمكن هنا الإشارة لنقطة مهمة جدا أن بالفعل المحاور بتشكل يعني كل ما يشغل بال المواطن المصري في الشارع ويمكن المحاور الاقتصادي له نصيب الأسد شوية بنتكلم على عدد أكبر من اللجان وده لطبيعة المرحلة لأن المرحلة مش بس في مصر مرحلة في العالم تتحدث فقط عن الاقتصاد حينما تتصفح الأخبار صباحا ترى يعني معظم الأخبار تتحدث عن الاقتصاد والأزمات العالمية وغيرها من الأمور وبالتالي كانت كلمات القائمين على الحوار يعني بتشرح الجهد الذي تم خلال العام ولماذا استغرق هذا الجهد عاما كاملا لأنه كان جهدا يحتاج إلى تنظيم وترتيب وإعداد مؤسسية لهذا الحوار ولائحة مثلا فيما يتعلق به ويمكن دعنا تبعنا كل أساس جمال لكن العام الكامل ده هو عام كان مليء بالتحديات لماذا لم يتم الحوار الوطني فيما يعني أو يتم الإعلان عنه قبل ما التحديات دي تزيد طيب لماذا أتى الحوار الوطني الآن لأنك باختصار وبشكل مبسط حينما خرجت الدولة المصرية من ثورة 30 يونيو كانت في مرحلات بناء الدولة مرحلات بناء الدولة لها خطوات مش هنفع أبتدي من آخر خطوة أو من خطوة فئة منتصف وأترك الخطوات الأولى خطوات الأولى إيه؟ تثبيت ركائز الدولة أنت كنت الأول خارج الدولة خارج من ثورات وحروب على الإرهاب وغيرها من أمور وتحديات داخلية أعتقد في البداية فقط وخارجية بس الغالبية العظمى ليها تحديات داخلية طبعا أنت ما كانت فيه مؤسسات غير متماسكة وكمان حتى على صعيد الخدمات ما كانت فيه طاقة كهربائية ما كانت فيه أموبيت الدجاز يعني كان الناس مصطفى أمام الأفران للحصول على رغيف خبز كانت الكهرباء مقاطعة طوال الوقت إذن مؤسسات الدولة الأول يجب أن تثبت ركائزها عشان مين هيعمل الحوار ومين اللي مشرف على هذا الحوار ومين اللي هيحقق مخرجات هذا الحوار مش مؤسسات الدولة التنفيذية والتشرعية والقضاية ليسلطات الثلاثة وبالتالي يجب أن يكون الأول فيه مؤسسات عندي برلمان على الأقل ينفذ هذا من خلال قوانين وتشريعات وده مقاومات إنجاح الحوار أن يكون فيه الأول قرار سياسي وده من خلال طبعا كدا السياسية وأن يكون لدى الدولة القدر على تنفيذ مخرجات الحوار عشان كده لازم يكون فيه مؤسسات في الدولة قادرة على تنفيذه وأن يكون هناك فيه استقرار داخلي في الدولة من الصعب ومن المستحيل أن نتحدث عن حوار في حالة حرب على الإرهاب ليه؟ لأن الدولة كلها حاجة جهودها لمحاربة إرهاب والجميع متفق على هذه الأولوية وبالتالي نتحدث عن ترتيب أولويات إذن المجتمع بالفطرة ومنسبة الحديث عن الحرب عن الإرهاب يمكن دلوقتي فيه فعاليات بتقام أو اجتماع للجنة التنسيقية لمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مصر والاتحاد أو بين مصر والاتحاد الأوروبي وده يحدث الآن بمشاركة الوزير الخارجية سامح شركي شكري وهتتسلم مصر رئاسة هذه الدورة تحديدا يمكن ده استكمال اللي نكونون بنقول عليه أن حتى العالم الآن والاتحاد الأوروبي بيؤكد على نجاح مصر في مجابهة الإرهاب لإيه؟ لأنك عندك كبان خطة متكملة واستراتيجية واضحة متربطة المفاصل نتكلم على مجابهة الإرهاب كانت بتعتمد على مسلس مهم جدا وهو المجابهة المسلحة للعناصر التكفرية التنمية والإعمار والمجابهة الفكرية عشان كده النهاردة الاتحاد الأوروبي بيعتمد على مصر في رئاسة هذه اللجنة وهو مطمئن أن هذه الدولة الأفريقية العربية الشرق المتوسطية استطاعت أن تحاقب بل سندت دول أخرى لما نشوف مثلا استضافة مصر لتجمع السحل والصحراء أو مركز تدريب تجمع السحل والصحراء لمجابهة الإرهاب لما نشوف مسندت مصر في حتى إحلال السلم والاستقرار في الإقليم بشكل عام وحلول مصر السياسية وثوابت مصر تجاه الأزمات في المنطقة كلها أمور بتؤكد أن الدولة المصرية في الحقيقة كان لها رؤية متكاملة سواء سياسيا أو حتى أمنيا أو حتى فكريا أو تنمويا فيما يتعلق بمجابهة الإرهاب عشان كده نتكلم النهاردة عن أحد المنجزات الجديدة فيما يتعلق به أنا أعتقد أنه شهادة أوروبية بنجاح مصر وبنجاح التجربة المصرية في مجابهة الإرهاب بالعودة بقى لسؤال حضرتك لماذا تأخر؟ يعني ليه الناس بتقول أن ليه ما بتدرناش الحوار الوطني مباكي عشان نقولنا أن بناء الدولة له خطوات أول حاجة تثبيت ركائز الدولة المصرية إيجاد مظلة تحتوي هذا الحوار إيه هي المظلة اللي نستهدع لها الآن؟ الدستور إذن إن لم يكن دستور موجود إيه المرجعية؟ زينا نحن نعمل هذا الحوار أول حاجة نقولها إيه؟ مرجعيتنا في هذا الحوار الدستور المصري في عام 2014 إذن كان علينا في البداية أن ننجز دستور ثبتنا ركائز الدولة أنجزنا الدستور بنينا مؤسسات الدولة التشرعية كان هناك برلمان يحتاج إلى انتخابات وبالتالي انتخابنا البرلمان طبعا من قبلها طبعا انتخابات الرئاسة إذن هنا تثبيت مراحل تثبيت مؤسسات الدولة إنك انتخابت السلطة التنفيذية انتخابت السلطة التشرعية ثبت طورت مؤسسات دولتك الأمنية كمان على مستوى طبعا فكرة أعمدة في الخيمة أنا عندي أعمدة وركائز أصبحت موجودة متماسكة من ثم لابد من ترتيب أولويات بالضبط مين يقدر يختلف؟ إن دي أولويات يجب أن نمضي فيها الأول في مرحلة بناء الدولة من ضمن الأولويات التحدي أيضا لبعض المخاطر التقليدية محدش يقدر يختلف عليها ممكن نختلف في طريقة التنفيذ ولكن الجميع يتفق أن مثلا الأمن الغذائي كان أولوية لا يمكن أن نتنازل عنها وبالتالي دولة المصرية اشتغلت عليها البنية التحتية الجميع يدرك أن البنية التحتية المصرية كانت مهلهلة للأسف وبالتالي أنت خلال السنوات الماضية أنجزت بنية تحتية كلها أولويات حاضرة الإصلاح الاقتصادي أن تخرج من يتشوه الاقتصادي يعني مشاهدنا دي كانت كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري في المنتدى الخاص بمصر والاتحاد الأوروبي تحديدا فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب أستاذ جبال يعني تبعت كلمة السيد وزير الخارجية سامح شكري إزاي ويمكن زي ما حالك كنت بتقولها بلكده هو عرض الجهود التي قامت بها مصر في التصدي من أمام هذا أو هذه الظاهرة تحديدا ظاهرة الإرهاب ومن ثم بدأت في الإصلاحات الاقتصادية والترمية الحقيقية بالتأكيد يمكن بداية هذه شهادة دولية بنجاح التجربة المصرية في مجابهة الإرهاب وده أمر بيؤكد أننا بالفعل مضينا نحو الطريق الصحيح وستطعنا أن بالوير تجربة مصرية خاصة بينا في مجابهة مش بس العناصر التكفرية ولكن في مجابهة الفكرة في مجابهة التطرف بشكل نعام عشان كده كلمة وزير الخارجية اليوم أكدت على هذه العناصر المكونة لهذه الاستراتيجية المصرية في مجابهة الإرهاب المتعلقة بالمجابهة المسلحة للعناصر التكفرية التنمية والشق الاقتصادي لأن أيضا مصر اعتمدت على التنمية وإيجاد بنية اقتصادية كعامل مهم جدا لقاطع الطريق على وصول الأفكار المضطرفة للأجيال القادمة لأنك لمتوفر فرص عمل لما تشغل المواطن بالإعمار والتنمية والاقتصاد وفرص العمل بالتأكيد ده سوف ينحي عن الذهاب إلى الأفكار المضطرفة العنصر الآخر وده المصر الأصعب بالمناسبة في مكافحة الإرهاب فكرة اللي أنا بكافح الإرهاب وبعمل بالتوازي على عمل تنمية حقيقية وكمان بقى فيه عنصر تالت كم ماشي بالتوازي هو المجابهة الفكرية أنت تجديد الخطاب الديني كمان تطوير العمل والأداء الإعلامي تطوير أدوات قوتك النعمة زي ما نشوف الأعمال الدرامية والمسلسلات المصرية والأفلام وغيرها من الأعمال الدرامية وأيضا الخطاب الإعلامي تطور بشكل كبير جدا ليصبح خطابا تنويريا حقيقيا وبالتالي أنت سواء على صعيد المجابهة المسلحة أو على صعيد البنية الاتصادية والتنموية أو على صعيد المجابهة الفكرية استطعت أن تحقق نجاح وضعك اليوم في مقدمة الصفوف في المجتمع الدولي ليش بس تستعرض تجربتك ولكن أيضا لتساهم في قيادة العالم في مجابهة هذا الفكر اللي النهاردة سيد سامح الشوكري وزير الخارجية بتحدث أنه لم ينتهي بعد ولن ينتهي أعتقد بتأكيد يمكن هناك مدالة بؤر ساخنة في العالم يعني تحتفظ بعناصر إرهابية وبالتالي علينا أن نخطط علينا أن نظل في يقظة كاملة هذا حتى نستمع له في الخطاب الداخلي المصري حينما نستمع له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يتحدث في هذه القضايا يتحدث أن علينا طوال الوقت أن نظل في يقظة علينا طوال الوقت أن نظل مستعدين لهذا الخطر أو غيره وبالتالي أنا أعتقد أن الدول بس مش الآن في مرحلة مجابهة ولكن حتى الدول التي جابهت ونجحت عليها أن تظل في يقظة عشان كده الدور المصري لم ينقطع بل أنه دور متصل لتصدير هذه التجربة عالميا الآن لأنها تجربة أثبتت نجاح بشهادة الاتحاد الأوروبي بشهادة الاتحاد الأفريقي جماعة الدول العربية الجميع يتحدث جميع المنظمات طبعا الإقليمية والدولية هنا تتحدث أن التجربة المصرية صادت أن تحقق نجاح حقيقي على أرض الواقع وبالتالي معاونة الدول الأخرى في التصدي لهذا الخطر سواء من خلال استعاب هذه التجربة وإيجاد مفرداتها على أرض الواقع أو من خلال المشاركة في إحلال السلم والاستقرار الدولي سواء من خلال المشاركة المصرية في رئاسة أحد أهم المنصات المتعلقة بهذا الأمر أو زي ما نرى دور مصر في مجلس الأمن أو في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودورها في كافة المنظمات الدولية والإقليمية وبالتالي أنا أعتقد أنه هو دور مصري متصل ادمنى على تجربة حقيقية في مجابهة الإرهاب والفكرة المضطرف الجميع اللي نهاردة بيشيد بيها وبيؤكد أن هذه التجربة بالفعل تستحق التحية والتقدير وأيضا الاستعانة بيها في مجابهة هذا الخطر الذي يتزامن وده أيضا مهم مع مخاطر وتحديات أخرى أيضا وزير خارجية النهاردة أشار إليها زي طبعا مخاطر التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعات ضخم العالمي وحتى التغيرات المناخية التي خلقت صراعا على الثروات نعم يمكن إحنا بسا نتبع الصور الخاصة ببقى الكلمات المتحدثين في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اللي بتتسلم مصر يعني رئاسة هذه الدورة في أوماء الاتحاد الأوروبي تحديدا لكن أساد وزير الخارجية سامح شكري تحدث أيضا عن ما يتم من تمكين المرأة داخل مصر هل تمكين المرأة في مصر دور في صد أو وقف هذه الأفكار المتطرفة؟ بتأكيد المرأة هي المحرك الأساسي لأي أسرة مصرية وده طبيعة المجتمع المصري وبالتالي كان الارتكاز أيضا على المرأة في حتى التنمية في المجابهة الفكرية كان حاضرا وبقوة وأعتقد حتى دعم المرأة المصرية في المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر يدخل تحت فكرة هذه التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية والتنمية أيضا جزء من مجابهة الفكر المتطرف شفنا إزاي الدولة المصرية في الحقيقة وجهت خطاب مهم بيعتمد على الارتكاز على المرأة المصرية وقدرتها في حماية هذا الوطن المرأة المصرية كانت حاضرة في ثورة 30 يونيو كانت حاضرة في الاستقاقات الانتخابية كانت حاضرة أيضا في مجابهة الإرهاب من خلال سواء تضحياتها شفنا حتى حوادث الإرهابية نالت من المرأة المصرية سواء كانت في صفوف الشرطة المصرية أو كانت حتى مواطنة مدنية وبالتالي نحن نتحدث عن سواء على صعيد التضحية أو على صعيد المشاركة المجتمعية المرأة المصرية كانت حاضرة وكانت مسندة وكانت محرك في الحقيقة للأسرة ولي المجتمع المصري نعود بقى لموضوعنا الأساسي أن أعتقد ملف الإرهاب كان من الأولويات التي تقوم بها دولة مصرية في وقت من الأوقات قبل تحقيق التنمية الحقيقية التي حدثت بالفعل بفضل مشروعاتها ملاقة قومية وفرت ألاف من فرص العمل لكن سؤال الأخير لحضرتك هل هذا الحوار الوطني الذي نقف أمامه اليوم هو حوار يعيد الحياة أو يعطي قبلة الحياة لعدد من الأحزاب السياسية ومشاركة المصريين في الحياة السياسية والحزبية في مصر هذه نقطة بلاجة الأهمية خاصة بالنسبة للأحزاب وأعتقد أنه فرصة ذاهبية لأن تعبر الأحزاب مختلف يعني انتماءاتها وأيدلجاتها عن نفسها وأن تتحدث للشارع بشكل مباشر وهنا سوف يفرز الشارع الأفكار ويحدد قدرة هذه الأحزاب على إنتاج أفكار قوية تستطيع أن بالفعل تجد حلول وقعية لبعض التحديات المصرية وبالتالي الكرة هنا في ملعب الأحزاب الإرادة السياسية والدولة المصرية بكافة مؤسساتها استطاعت أن توفر المناخ الآمن لهذا الحوار زي ما كنا نتكلم فيه من قوامات لإنجاح الحوار أصبحت متوفرة وبالتالي هنا بقى النخب السياسية والأحزاب عليها أن تثبت جدارة وأن تمضي نحو مخاطبة الشارع بأفكار وبأطرحات تستطيع من خلالها دولة المصرية بالفعل تحقيق تطلعات وأمال المواطن المصر وبالتالي هنا الكرة في ملعب الأحزاب وأيضا في نقطة الأحزاب في الحقيقة السياسية بالتحديد لا ينفع أن الحوار الوطني قبلة الحياة لإعادتها لأنها بالفعل كانت ثورة 30 يونيو هي قبلة الحياة الحقيقية لعودة الحياة الحزبية في مصر لأن هناك أحزاب جديدة تشكلت وهناك أحزاب قديمة استطاعت أن تعود لممارسة دور أنا هنا أتحدث عن أحزاب تشكلت بالفعل لكن ليس لها وجود حقيقي على الأرض وخاصة يمكن زي ما حاك ذكرت هي فرصة ذهبية لكل الحياة الحزبية والسياسية في مصر وتحديدا الحياة الحزبية لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس له ظاهير حزبي فبالتالي المساحة والملعب مفتوح لكل الأحزاب السياسية ما لديه أفكار ورؤى يطرحها ويبقى الفيصل والقول الحسم في النهاية لمجتمع المصري هو يعني صاحب الكلمة إذا كانت الأفكار التي تقدم والمنتج الذي يقدم هو منتج بالفعل بيحس بيه الشباب بيحس بيه المصريين ككل يبقى هو يعني المتصدر أكيد أكيد الفيصل هنا الفكرة الفيصل هنا أن تجد حلا حقيقيا الأحزاب والنخب والمجتمع المدني والشباب أمامهم الفرصة مفتوحة ومتساوية ومظلة الدولة الوطنية تجمع الجميع والوطن يتسع للجميع وبالتالي علينا أن نتنافس في إيجاد حلول والمضي بهذا الوطن نحو أماله وتطلعاته المضي نحو الجمهورية الجديدة أنهار فينا عند الوطن يتسع للجميع لأن فعلا الوطن يتسع للجميع وزي دايما ما بيأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاختلاف في الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية بنشكر حضرتك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي شكرا أن وجودك معنا في صباح الخير شكرا يا فندم لحضرتك وسعدت وأنا معاك وشكرا لكل سيدة مشاهدي شكرا